مرحبا، أقدم لكم نشرة أخبار ألمانيا ليوم الاثنين الأول من شهر مايو أيار 2023 مستوى المعيشة ممتاز في ألمانيا وفقاً لاستقصاء أمريكي تحت الألمانيا التي لديها أكبر اقتصاد في أوروبا ورابع أكبر اقتصاد في العالم المرتبة الثانية من حيث مستوى المعيشة تسبقها سويسرا فقط في المرتبة الأولى وجاءت السويد في المركز الثالث تليها أستراليا والنرويج بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة العاشرة جدير بالذكر أن مستوى المعيشة هو مقياس للرفاه الاقتصادي والراحة وقدرة الناس على شراء السلع والخدمات صدمة كبيرة ستؤثر على المستأجرين في ألمانيا يبدو أن استبدال أنظمة التدفئة التي تعمل بالغاز وزيت الوقود بأنظمة التدفئة الصديقة للبيئة مثل المضخات الحرارية سيكون أكثر تكلفة مما كان متوقعاً حيث تم الكشف عن صدمة في الأسعار من خلال حسابات جديدة قام بها الحزب الديمقراطي الحر FDP حيث تشير تلك الحسابات إلى أن الانتقال الإجباري لأنظمة التدفئة الجديدة الصديقة للبيئة سيكون أغلى بخمس مرات مما أعلن عنه وزير الاقتصاد والطاقة غوبية هابك في القانون الجديد حيث أشار هابك إلى أن إجمال التكاليف المتوقعة يبلغ 130 مليار يورو ولكنه في الحقيقة يبلغ 620 مليار يورو ويمكن أن تصل التكاليف حتى إلى 1000 مليار يورو إذا اضطر الملاك إلى تحسين عزل منازلهم وتركيب تدفئة تحت الأرض وكل هذا سينعكس سلباً على المستأجرين وسيؤدي بالنهاية إلى زيادات كبيرة في أسعار الإيجارات بألمانيا تعد الهواتف المحمولة سبباً للعديد من حوادث السير الخطيرة كل عام لقيامها بتشتيت انتباه السائقين وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة إلا أن الكثير من سائقي السيارات وسائقي الشاحنات لا يأخذون هذه المشكلة على محمل الجد لذلك سيتم قريباً تركيب نظام جديد لكاميرات السرعة في ألمانيا حيث تقوم الكاميرا بالتقاط صورة للسائق بمجرد قيامه بحمل هاتف محمول أو جهاز لوحي أثناء القيادة ويجب أن يتوقع السائقون غرام قدرها 100 يورو على هذا النوع من المخالفات جدير بالذكر أن النظام الجديد يأتي من هولندا ويعمل بأحدث التقانيات حيث تتعرف الكاميرا عن طريق البث المباشر على السائقين الذين يحملون هاتفاً محمولاً في أيديهم وتبلغ تكلفة الكاميرا الواحدة حوالي 30 ألف يورو كان معكم في التقديم مادلين وفي إعداد وإخراج النشر إلهان بوزان شكراً لكرم المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم